فكرة السادسة لتحرير الضباط الأربعة الذين عتقلوا بناء على شهادات الزور يبدو أن الله ليس من قوى الرابع عشر من أذار ما هي قلت له لرب بس أعادتها؟ قلت له لا رح صلي لك زيدي ولا شي أنت حقاوي وأنا بعرف حالي شو عامي إذا بتخليني موت قبل ما أطلع وبين حقي بتقوم من أربعة عشر أذار والله العظيم هي قلت له بأول جمعة ما عندي أنا مزح معه غير أن اللواء جميل السيد أحد المعتقلين الأربعة لا يعتبر أن كون الله بعيدا من ثورة الأرز تعويض من ابتعاد المحكمة عن إحقاق العدالة في قضيته وزير العدل في حينزاك شار رزق مع السفير الأمريكاني كان صر له من 2007 بيقول له للسفير فلتمن أنه خلينا يضل الضباط نمنع القضاة اللبنانية من إفراج عنون لتوصل للمحكمة الدولية خليها تفرج المحكمة الدولية عنون بس تنتقل الصلاحية على هاي لأنه بهالطريقة هاي دي سياسيا نحن ما نتأثر كفريق 14 دار هاي ده الشار رزعن بيقول له وبنفس الوقت ما نكون شلنا أحراج عن القضاة اللبنانيين سعيد ميرزا وغيره ياللي اعتقلوا الضباط 64 لأنه الرأي العام اللبناني بدي يسألنا كيف طلعتون وعلى أي أساس فهمنا ساعتها ليش المحكمة الدولية لما طلعت القرار طلعته كأنه حررت رهائن مش طلعته كأنه أطلقت موقوفين لأنه لو تصرفت كعدالة بتطلعنا لأنه في شود زور وبتحاكم شهود الزور ما معرف حجب الدنيا اللي واصل ليه ليشوف القعر طبعه وين ما عامل إيله كعب بتكذب يا سانيورا بكتابك بتكذب طيب أنا أبدا بأخد حق بإيدي يا سعد الحريري أقسم بشرفي قدام الرأي العام اللبناني إن لم تعطني حق سأخده منك يوما ما بإيدي روح بسناء أنت وميرزا ويسامل حسن وإشرفين لك وصلت بمبار أحمادي يعمل له أول ما وصل عيد بلاده لمالس عنده بالبار يبدو السيد هادئا بعد أيام المعارك السياسية الكبيرة فحال المحكمة التي وصلت إليها من خلال الشهادات السياسية الأخيرة ومحاكمة الإعلام تؤكد للسيد مظلوميته عم بحاولوا يرسموا تاريخ على طريقتهم ومن وجهة نظرهم بيركزوا فيها على السور كيف كان داعسهم بينما هن كانوا نمين حالهم بين إجراء بيركزوا فيها على رستم غزالي ما بيركزوا فيه على غازي كنعان لسبب بسيط أنه غازي كنعان حاكم 13 سنة بس ما كان فيه انقلاب دولي على سوريا بلبنان شرفي لو أنه ما إجا هيدا القرار الدولي بالانقلاب على سوريا هن زيتون هاودي اللي عم بيحكوا على التليفزيون ولي عم بيحكوا من المحكمة اللي كانوا 13 سنة بسينات عند غازي كنعان كانوا لليوم موجودين بسينات عند رستم غزالي وعم بيسبحوا وبيحمدوا وبياسموا تاني إثبات هو مسألة قضية الجديد وجريدة الأخبار يعني الكلام اللي حكيته ستكر مخياط كيفي ويفي وحددت المنطلقات اللي على أساسها عم تتعرض المحكمة لصلاحية غير صلاحيتها عم تخرق القانون والحريات اللبنانية طيب معقولة محكمة دولية ما تحاكم الشهود الزور لأنه منبرات صلاحيتها وتحاكم الجديد والأخبار يلي هني كمان مش من صلاحيتها وتخلق نفسها صلاحية بتسريب لازم تفتح تحييق فيه وتحاكم المسؤولين فيه عنده آخر الغيث من كلام رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري وما رواه الأخير عن اتصال رستم غزالي به قبيل وفاته بمدة من وسر انه رستم غزالي اتصل بالعديد من وسائل الإعلام من شي شهر ونص تقريبا من لما قطي على ذكره بالمحكمة الدولية انه هو كان عم يقبض من رفيق الحريري ستين ألف دولار بالشهر وعمل يومته هو البيان اللي قال فيه انا ما كانت قبض ستين ألف كان يقبضني الحريري تلاتمائة ألف كرستم غزالي واشتري ناس ما بيقدر هو يوصل لهم لحتى يسكتوا عنه عكل حال بالخلاصة لو بده يدفع واحد مليار دولار لحتى يشوي سمعة رفيق الحريري هو اللي عم بيشهدوا لصالحوا بالمحكمة ما عم بيظهروا صورة أسوأ من هيك عن شخص اسمه رفيق الحريري يعني أكبر أعداء لرفيق الحريري هن اللي عم بيصوروه بالمحكمة انه صاب صغير بيدربوا كفر السم غزالي بعيط عليه غازي كنعاني بيبكي عكت في السنيورة إذا هيدا رفيق الحرير العظيم مش هيدا الحديد قضيته في المحاكم الدولية والمحلية قد ينجح وقد يخفق غير أن المؤكد أنه لن يقع في أهواء القوى الثامن من أذار الذين نسوا قضية شهود الزور عند أول مفترق تبديل حكومي جدغسن قناة الجديد